يعطيك العافية السلام عليكم نرجع احنا نكمل موضوع جديد اللي هو موضوع الضرائب او النسيين الضرائب الضرائب في عنا هناك من نتعلم في هذا الدرس الضرائب الضرائب الايجابيه والضرائب السلبية نتعلم كمان في درس بعديه الضرائب المباشري والضريبة الضرائب غير المباشره الضرائب ايش تعريف الضريبه الضريبه ايه دفعه اجباريه نتفعها الانسان لسلطه عامه سواء كان حكومي بمثلي بضريبة الدخل او بضريبة القيم المضافي او بوزاره الماليه او كمان في الوصول عامه يمكن نتفعها كمان للمجلس المحلي او للبلدين فدفع اجباريه تحل الانسان للسلطه عامه حسب القانون دون الحصول على المقابل مباشره يعني انت تدفع مبلغ يعني بتروع على الدكان بتدفع مبلغ بتاخذ بالمقابل ولكن الضريبه لما انت تدفعها ما تاخذ مقابل مباشره ولكن تحصل على المقابل بطريقه غير طريقه ثانيه الاسباب الرئيسيه لفرض الضريبه ليش الحكومي بتفرض الضريبه طريقه السبب الاول بسيط جدا انها بدها مصاري يعني بدها تحصل بدها تمول مصروفاتها فبدها تحصل على مصاريم تاخذ تفرض ضريبه على المواطنين زياده ميزانيه الحكومي السبب الثاني تقليل من استهلاك منتج معين اذا منذكرين بدروسه السابقه ذكرنا انه الحكومي بتدخل علشان تقلل من استهلاك منتج معين اللي هو بضر في المجتمع او بضر في البيئه مثل التبغ والدخان والمعسل والكحول وما شابه طيب تقليل استهلاك منتج معين تفرض ضريبه علشان تقلل من استهلاك هذا المنتج تقليل التضخم المالي طبعا هذا التضخم المالي النابع من الزياده في الطلب فالحكومي تفرض ضريبه علشان يرتفع تقلل من السعر تقلل من تقلل من تزيد تقليل التضخم المالي علشان الناس ما تطلبش كثير ترفع السعر الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الرابعة او السبب الرابع لفرض الضريبه هي تقليل الفجو الاقتصادية بين طبقات المجتمع او اللامساواة او الفجو الاقتصادية بين طبقات المجتمع احنا طبعا المجتمع مش كله متساوي كله بضمعاش متشابه وكل ياتنا عندنا عقارات واملاك متشابهه نختلف لان مجتمع راس مالي وكل واحد بتعلق عنده ثقافي مختلف واحد عنده شغل عمل مختلف واخر وارث عن اباؤه مبالغ واحد عنده عقارات هو عمل عقارات وعنده شركات فعندنا اختلاف في الدخل بين طبقات المجتمع فعلشان الحكومي ما يكون في هناك نظام طبقية في المجتمع فالحكومي بتحاول تقلص هذه الفجو الاقتصادية بين الفقراء والاغنياء اذا بطريقه فرض الضرع الاسم نتعلمها او الدرس بالدروس اللي امامنا نتعلمها الضريبه الضريبه الايجابيه والضريبه السلبية كل ضريبه الحكومي بتحصل عليها هي ضريبه ايجابيه وكل حكومي كل مبلغ الحكومي بتمنحه للمواطنين او للشركات او للمنتجين هذا بسموه ضريبه سلبية اذا الضريبه التي تشبيها الحكومه تسمى بالضريبه الايجابيه اما الضريبه الممنوحه من قبل الحكومي للمواطنين وللمنتجين فتسمى بالضريبه السلبية لقدام من فصل لكم فيها اكثر الضريبه المباشره والضريبه الغير مباشره درسنا اليوم عن الضريبه كمان عن الضريبه المباشره والضريبه غير المباشره ايش الضريبه المباشره الضرائبه المباشره هي كل ضريبه تجبه من الدخل كل ضريبه تجبه من الدخل هي ضريبه مباشره او من الارباح ممكن واحد فيش عنده دخل في عنده شركات شركات معينه في عندها ارباح ولكن العمال الاجيرين في عندها دخل معين فبدفعوا ضريبة مباشره للحكمه اذا الضرائب المباشره هي بتكون على المدخولات على إيش بدخلك او على الارباع تعتبر ضريبة الدخل ضريبة تصاعدية ضريبة الدخل او الضرائب المباشره تعتبر ضريبة الدخل بالاساس اللي هي ضريبه مباشره بتكون على الدخل هي ضريبه تصاعديه ايش يعني تصاعديه ترتفع نسبه الضريبه كل ما ارتفع الدخل ليش هذا الهدف الاول اول اشي الهدف الاول هو مصروفات الحكومه مدخول للحكومه علشان اتمول مصروفاتها والهدف الثاني هي تقليل الفجوه بين الاغنيات طبعا لما نقول اصحاب الدخل المرتفع بدفعوا ضريبه اكثر فبتقل الدخل الصافي تاحن او المعاشي الصافي بقل نحو الاسفل يعني بيكون هناك عنده بتقرب الفجوه بتقلص الفجوه بين الاغنياء والفقراء اذا الهدف من فرض الضريبه التصاعديه في اسرائيل التصاعديه يعني اصحاب الدخل المرتفع بدفعوا ضريبه اكثر فالمعاشي الصافي بقل بينما في دول ثاني مثلا في امريكا المتحدث الضريبه الدخل هي ضريبه نسبيه يعني كل واحد بقبض مثلا الف دولار في امريكا بتفع عشرة في المئه البقبض مئة الف دولار بيتفع عشرة في المئه يوابض مليون دولار ملتفاع بيتفاع عشرة في المئه بينما في اسرائيل ضريبه الدخل هي ضريبه تصاعديه منشوف الدرجات كاعد ضريبه الدخل اللي هي ترتفع نسبت فرض كل من ارتفع الدخل و��록نا نبيقيывل الدخل بتقل بالنسبة الضريبه طبعا العكس طيب الضريبه المباشره الايجابيه هاته نشوف ايش الضريبه المباشره لقدام نشرحك التصاعده اكثر الضريبه المباشره الايجابيه يتم جباياتها مباشره من الدخل الفرد مثل ضريبه الدخل ضريبه على ارباح الشركات ضريبه الاملاك ضريبه تحسين الاراضيه كل ياته هاي الضرائب تشبيهها الحكومه من قبل المواطنين طيب الضريبة المباشرة السلبية ضريبة مباشرة يعني الحكومة بتطلع تمنح من جبتها الخاصة وخاصة من مؤسسة التأمين الوطني للمواطنين بتخصص لهم مبالغ معينة لا ها نسميها ضريبة مباشرة سلبية كل شيء بتدفع الحكومة عن طريق التأمين الوطني فهاي تعتبر ضريبة مباشرة سلبية مدفوعات تحويلية مثل مدفوعات تحويلية تدفعها الحكومة مباشرة الى الدخل الفردي بالفترة الاخيرة احنا في فترة الكورونا زائحة الكورونا يكون هناك كائشة الحكومة وتدخلت لانه هناك قزم كبير من العمال عاطلين عن العمل بيشتغلوش فالحكومة بتحاول تساعد ليش بس فضور تساعد كل المواطنين بدلين يدفع على كل واحد في كل فرد في الدولي يدفع له خمسمية او سبعمية وخمسين شكل فهذا دعم من قبل الحكومة عن طريق التأمين الوطني للمواطنين اذا مدفوعات تحويلية يتم تحويلها مباشرة الى الدخل الفردي الى دخل الفردي تاع المواطن مثل استحقاقات البطالة مثلا كمان اللي عاطينا عن العمل بيشتغلوش الفكومة بتتفعلهن مبلغ معين استحقاقات الضمان الاجتماعي هاي بالفترة الاخيرة رئيس الحكومة قال بدنا ننطي للمواطنين عن طريق التأمين الوطني مبلغ معين لاستحقاقات وكل مبلغ تدفعه الحكومة عن طريق التأمين الوطني يعتبر ضريبة مباشرة سلبي لانه هذا دخل للمواطن هذا مصروف للحكومة فهذا بالنسبة للمواطنين دخل اذا الضريبة اللي بتنحها الحكومة الضريبة المباشرة اللي بتنحها الحكومة الضريبة المباشرة التي تنحها الحكومة تعتبر ضريبة مباشرة سلبية والتي تشبيها الحكومة هي ضريبة إيجابية مباشرة أو ضريبة مباشرة إيجابية طيب هاته نشوف صافي صافي الضريبة الضريبة المباشرة صافي الضرائب المباشرة إيجابية مباشرة يعني قديش بإيدة الحكومة يسألوا قداما نشوفها بس بما إنه بلس فيها بدي أكملها صافي الضريبة كل إشي من شو نسمعه صافي معناته بدك تنقص من قول المعاش الصافي يعني نقصنا الضرائب من المعاشر طيب من قول صافي من نقص إشي لش من نقص الضريبة المباشرة الإيجابية من نقص منها الضريبة المباشرة السلبية بطلع عندنا صافي الضريبة المباشرة صافي الضرائب المباشرة هي تساوي الضرائب المباشرة الإيجابية ما تروح منها أو نقص منها الضرائب المباشرة السلبية مثلا الحكومة جبت 2000 شكل ضرائب مباشرة الحكومة اعطت 1000 شكل ضرائب مباشرة سلبية من نقص 2000 شكل من 1000 شكل بإصافة ضرائب مباشرة للحكومة عبارة عن 1000 شكل شرحناك على الضريبة التصاعدية لسنة 2020 كم نثبت الضريبة لكل دخل معين مثلا الدخل الشهري نحكي على الدخل الشهري حتى 6330 شكل من صفر يعني اللي بقبض شكل له 6330 شكل تدفع 10% من معاشر طيب اللي من 6331 شكل ل 9080 شكل تدفع 14% كيف هاي بحسبوها الطريقة مش نيجي منقول اللي بقبض مثلا سبع تلاف سبع تلاف شكل من ضربها في 14% خلاص بطلع الجوابي غلط طريقة الحساب انا بدي علمك مع انه هاي مش مطلوبة منك بس بما انه حكينا عنها بدي اصرح لك اياها واحد مثلا على سبيل المثال بقبض 7000 شكل السبع تلاف شكل يقع في الدرجة الثانية هون 7000 شكل مش سبع تلاف شكل ضرب 14% بطلع عنا نسبة الضريبة اللي بديتحها المواطن او العامل وانما اول 6330 شكل بتفع عليهم 6330 شكل بتفع عليهم عشرة في المية بطلع عنا 6330 شكل والباقس سبع تلاف يعني سبع تلاف ناقس 6330 بطلع عنا ستمية وسبعين شكل ضرب هاي ستمية وسبعين شكل اللي بنتفع عليها 14% مفهوم نجمع هذا المبلغ 6330 شكل مع المبلغ هذا اللي هو تقريبا تقريبا ما يقارب ألف شكل تقريبا فمنجمعهم بطلع عنا المبلغ النهائي المبلغ النهائي اللي بديتطع بالضريبة إذن هاي طريقة حساب ضريبة الدخل بس هات نشوف احنا عنا كيف نبين بضرجات ضريبة الدخل بسنة 2020 كيف قديش عنا الدرجات حتى 6330 شكل عنا عشرة في المية من من 6330 شكل الدرجة الثانية حتى 9080 شكل بطلع 14% ضريبة من 9081 حتى 14580 شكل بطلع 20% ضريبة وما شابه انتبهنا انه هي ضريبة تصاعدية كل ما الدخل الشهري او سهو بالاخر سنوي كل ما الدخل الشهري ارتفع الضريبة نسبة الضريبة ترتفع بالمقابل مفهوم علشان هيك تعتبر ضريبة تصاعدية طيب هذه النسبة للضريبة التصاعدية انها الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة في اسرائيل هي ضريبة تصاعدية ترتفع نسبتها كل ما ارتفع ايه الدخل ضراف الضرائب شرحنا لك ياه بس نرجع عليكم وايه بالمعروضة صاف الضرائب المباشرة ه هساوي الضرائب المباشرة الايجادية غني هي ناقص الذرائب المباشرة السلبي الضرائب المباشرة السلبية زي المدفوعات تحت التأمين الوطنية المدفوعات التحولية زي التأمين الوطني البطالي استحقاقات الضمان الاسماعي وما سابق هذه النسبة لصاف الضريبة المباشرة على سبيل المثال هاي انتناكوا مثال اذا كانت مدخلات الحكومة من الضرائب المباشرة عبارة عن 2000 شكل ومصرفات الحكومة على المدفوعات التحولية او على الضرائب الضرائب المباشرة السلبية هي عبارة عن 800 شكل فببقى صاف للحكومة 1200 شكل اذا اجمال اصاف الضرائب المباشرة هو عبارة عن 1200 شكل طيب ننتقل للنوع الثاني من الضرائب اللي هو الضرائب غير المباشرة الضرائب غير المباشرة هي كيف ذكرنا هي بعكس الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة كانت على المدخلات بينما الضرائب غير المباشرة بتها تكون على ايش على العكس المصروفات الضرائب غير المباشرة هي بتكون على المصروفات لما انت بتروح تشتري على سبيل المثال بتشتري اي سلعة كانت غير الخضروات اي سلعة كانت فتدفع هناك مثلا معهم اللي هو قيمة الضريبة المضافة 17% هاي ضرائب غير مباشرة لما تشتري كل سلعة تشتريها تدفع عليها معهم فهذا المعهم يضاف الى هذا المعهم يضاف الى سعر السلعة ضرائب غير المباشرة يتم فرضها على المصروفات فقط اذا قام الفرد بشراء منتج او خدمة اذا ما اشتراش تدفع معهم طبعا تدفع تعتبر الضريبة غير المباشرة الضريبة التنازلية ايسا بيجي واحد يقول لي طيب استاذ ما انت قلت لي 17% كيف تنازلية ما هي ثابتة 17% كيف تنازلية هاتنا نشرح لكيها الضريبة الضريبة غير المباشرة من المعهم هو 17% هاتنا نفرض انه في عنا عائلات ثنتين العائلة الاولى بتقبض 1000 سيكرا العائلة الثانية بتقبض 10.000 سيكرا هاي 1000 وهي 1000 وهي 10.000 سيكرا هذول العائلتين قرروا يستروا سلعة معينة كمبيوتر مثلا على سبيل المثال كمبيوتر اللي سعره مبلغ معين دفعوا عليه معهم المبلغ مش النسبة المبلغ المعهم او قيمة الضريبة المباشرة دفعوا 500 شكل الجايتين المعهم دفعوا بمبلغ ثابت اللي هو 500 شكل 500 العائلة الاولى دفعت 500 والعائلة الثانية هاي مبلغ المعهم اللي هو قيمة الضريبة المضافة 500 شكل والعائلة الثانية كذلك الامر المبلغ هذا من الدخل 500 على 1000 ويساوي قديش 500 على 1000 ويساوي 50 في المية نص 50 في المية نص معاشه 50 في المية راح على الضريبة بينما العائلة الثاني 50 500 شكل معهم دفعت من معاشها اللي هو عشر تلاب شكل معهم يعني هي عبارة عن خمسة في المية طبعا نضربها في المية بطلع عنا خمسة في المية نستنتج من هون نستنتج انه العائلة فقيري او العائلة اللي هي دخلها منخفض دفعت معهم عالي بينما لما ارتفع الدخل العائلة الثاني ارتفع الدخل نسبة المعهم من الدخل هو عبارة عن خمسة في المية اذا نستنتج انه كل ما ارتفع الدخل شو صار بالنسبة الضريبة قالت علشان هيك تسمى ضريبة تنازلية تسمى ضريبة تنازلية اي ترتفع تنخفض نسبتها كلما ارتفع الدخل هذا هون علشان انتم ما تعرفون من هاي الارقام دخل المستهلك او دخل المواطن هنا هاي مبلغ 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 الضريبة مبلغ قيمة الضريبة المضافة اذا كل ما ارتفع الدخل ارتفعت نسبة كل ما ارتفع الدخل قلت نسبة الضريبة هاي تسمى ضريبة تنازلية ضريبة غير المباشرة الايجابية ضريبة غير مباشرة ايجابية يتمجو ايجابية يعني بتخذها الحكومة تحصل عليها الحكومة من مين عن طريق مثلا مثلا على سبيل او الجمارك او امثلة كثيرة او ضريبة الشراء او ضريبة كل ضريبة على المصروفات مثل ضريبة القيمة المضافة رسوم الاستهلاك مثلا رسوم الاستهلاك على الكحول والتبغ ضريبة الشراء ضريبة الجمارك او رسوم الجبارك هاي كليات هالضريبة تحصل عليها الحكومة تعتبر هي ضريبة غير مباشرة ايجابية طيب الضريبة غير المباشرة السلبية على سبيل المثال ذكرين الدرس اللي فات الدرس اللي فات اللي كانت الحكومة تدعم المنتجين او تدعم لما احنا تدعم المواطنين لما احنا نشتري نشتري بضاعة رخيصة مرخصة مدعومة زي الخبز زي الملح هذا يعتبر دعم حكومة الحكومة تنفقه للمنتج او للمستهلك هاي بسموها الدعم الحكومة على المنتجات الاساسية زي الخبز زي الزيت زي الملح زي السكر وما شابه طيب كل دعم الحكومة كل دعم حكومة للمنتجات هي لما احنا للمشتريات هاي تسمى الضريبة غير مباشرة سلبية طبعا زي الضريبة المباشرة صافي الضريبة المباشرة لان صافي الضريبة غير المباشرة اللي هي بتكون من ناقص للضريبة غير المباشرة الايجابية من الضريبة غير المباشرة السلبية بتاعنا الصافي طيب هاتا نشوف الصافي الضرائب غير المباشرة شرحناها صافي الضرائب غير المباشرة تساوي الضرائب غير المباشرة الايجابيه ناقص او مطروح منها الضرائب غير المباشره السلبية هاته ننطي مثال هيك ورقة عمل منها على الدارس حدد نوع الضرائب مباشره ايجابيه ولا سلبيه حدد نوع الضرائب مباشره هل هي سلبية او ايجابيه ام غير مباشره ايجابيه ولا سلبيه في عنا هناك واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ست ست انواع ضرائب الضرائب الاولى المدفوعه التحوليه اي هل هي مباشرة ولا غير مباشره حسب رايكو اذا اذا سجلتها مدفوعه تحوليه الحكومه بتحولها هل هي ايجابيه هي سلبيه لما الحكومه تحولها كليه المباشره ولا غير مباشره مدفوعه التحوليه طبعا مباشره ما نحصل عليها من قبل الحكومه على tijdل ضريبة الدخل جورايكو اصدها 무서حه Roaro Hamza على الحكومة يعني الحكومة التي جزدها في معناته ضريبة جدا هل هي سلبية او ايجابية بالنسبة ل الحكومه اليجابي؟ استحقاقات البطالة نحصل على مبلغ من الحكومة استحقاقات بطالة هibilان مباشرة او غير مباشرة؟ نحصل عليها من الحكومة هاي ضريبة مباشرة سلبية ضريبة مباشرة سلبية الجمالك استذكرناها ضريبة غير مباشرة إيجابية ضريبة القيم المبافئ على المصرفات ضريبة غير مباشرة إيجابية نعم استحقاقات الضمان الاجتماعي مباشرة ولا غير مباشرة مباشرة صحيح وسلبية ولا غير سلبية طبعا سلبية لأننا نحصل عليها الحكومة تعطيها تمارين للمراجعة عندكم تمارين نطلع على استراها معكم هذه التمارين اخترع على الحكومة طرق لزيادة الضرائب الصافية اخترع على الحكومة طرق لتقليل الضرائب الصافية بالبداية الأسئلة الأول زيادة والثانية تقليل طيب الجواب تشوفوه درس القادم ومنبلش اللي وراه يعطيكم العافية حلو الأجوية للقاء القادم يعطيكم العافية اشتركوا في القناة 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 الضرائب تحليل الضريبه غير المباشره الايجابيه على المنتج الضريبه نذكركم الضريبه غير المباشره من الدرس الصادق هي الضريبه اللي احنا بنتفحها على المصروفات لما نقوم فيه شراء السلع او الخدمات وكمان نتعلم تحليل الدعم الحكومي اللي هي الضريبه السلبه او الضريبه غير المباشره السلبيه على المنتج اسم الدرس بالبداي تحليل الضريبه غير المباشره الايجابيه يعني عندما نقوم بشراء بشراء المنتج فاحنا نقوم في دفع مثلا على سبيل المثال ندفع ضريبه القيمه المضافه اللي هي عباره عن 17% على سعر السلعه الاصلي فندفع ندفع سعر اعلى من السعر الاصلي لما بتقوم الحكومه في فرض ضريبه ضريبه على عنده شراء السلع والخدمات طيب علشان احنا قبل ما نبلش بهذا الموضوع بدي اذكركم انا في شغلات احنا اتعلمناها سابقا اللي هو ربح المستهلك وربح بالاضافه المنتج او الهن كمان في الاقتصاد الهن تعبير اخر فائد المستهلك وفائد المنتج اذكركم فيهن هيك لانه بنا نستفيد منهن لقدام في موضوع الاستفادي او الضرر للمستهلك او للمنتج من فرض الضريبه او الاستفادي او الضرر للمستهلك او للمنتج من الدعم بالحكومه بس منا نذكركم انها بده فيدنا بالمستقبل او بقادم الساعات والدقائق عنا فائد فائد المنتج او ربح المنتج يقاس ربح المنتج هو المنطقة المحصوره بين سعر سعر التوازن وبين منحنه العرض منحنه العرض هذا منحنه العرض على يسار منحنه العرض واسفل سعر التوازن هذا يعتبر هون هاي المساحه هاي المساحه المحصوره تعتبر ربح المستهلك اذا متذكرين احنا كيف تعلمنا سابقا انه منحنه العرض هو يمثل المنحنه تكاليف الانتاج قديش بتكلف بكلف بتكلف السلعه انتاجها على للمنتج يعني قديش كلفت المنتج انتاج هاي السلعه منحنه العرض على سبيل المثال مثلا السلعه الاولى السلعه الصفر كلفت اثنين شكل اذا كيف بدك تقولي بدك تشرح ليها هاي واستاذ صفر ودفعنا اثنين شكل طبعا لمن الشركي تنتجش اشي في عندها كمان مصاريف ثاني غير الانتاج اللي هي مثلا مصاريف الحراسي او الصياني هاي كمان مصاريف معناته لمن الحكومي هاي النقطه هون اثنين هاي ببلش منها منحنه بتكون اسفلها اللي هي مصروفات او التكاليف الثابتي و تساوتك فعوت طيب مش هاي الموسيكلي وهون على المنحنه هو تكاليف الانتاج تكاليف الانتاج تاع المنتج اللي استقناه من ايش اذا متذكرين استقناه من منحنه 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 العرض يستق من التكلف الحدية اذا متذكرين وبده اضع سلكه لاصاره معينه اللي هي اخذناها منين التكلف الحدية جبناها من من القانون اللي بقولنا الامسي ميرجينال كوت يساوي دلتا تي سي اللي هي التغيير اللي صار في التكاليف اه في تكاليف الانتاج مجموع التكاليف توتال كوست على التغيير اللي هو اللي صار في الكميه التغيير اللي صار في الانتاج التغيير اللي صار في الانتاج هو الانتاج الحدي الانتاج الحدي وهون التغيير اللي صار في المصاريف او التكاليف هي التكاليف الكلية او مجموع التكاليف التغيير اللي صار فيها كانت اذا متذكرين اجرة العمال اجرة العمال كانت لحالها على سبيل المثال كان اجرة العمال وكل واحد وكل واحد والانتاج تاعه وشفنا انو اه دالت اللي لما الانتاج حدي يتناقص تكاليف الحدي تتصاعد الامسي هي بعلاقه عكسي الامسي مع الامس الي هي التكاليف الحدي مع الانتاج الحدي اذا بعلاقة عكسية فالتكاليف الانتاج اذا هذا منحنى الامسي هو منحنى تكاليف الانتاج ياتر عندنا بي المعروضة التكاليف الانتاج قدure كلفنا مثلا على سبيل المثال كلفنا اول وحدة كلفتنا ثلاث شكل ولكن بيئناها سعر السوق اياها اذا منتبهين سعر السوق سبعة سبعة شكل إذا ربحنا قديش؟ ربحنا أربعة شيكل بالوحدة الأولى الوحدة الثانية اللي لفتنا أربعة وقدي بعناها سعر السوق سبعة فهذا المجال بيسميه مجال الربح وهلو مجر لباقي السلع هذا المجال بنسميه فائد المنتج ومن تحت هاي المساحة اللي موجودة هنا تحتية هاي هاي منسميها المصاريف أو التكاليف المتغيرة الـ VC إذا متذكرين أنا بس بعدي لكم ما أدي ذكرتلكوا إياها بدروس سابقة لأنه ما نستعملها بهذا الدرس طيب اللي بعديه كذلك الأمر إذا متذكرين ربح فائد المستهلك نذكركوا فيه المساحة هاي المحصورة بين منحنة طلب وسعر التوازن أسفل منحنة أو يصار منحنة طلب وفوق سعر التوازن من هاي المساحة شرحنا لكم إياها هاي منسميها فائد المستهلك أو ربح المستهلك وشرحنا لكم إياها صادق طيب هذا اثنين مع بعض ما بهمناه إذا متذكرين إسلام نيجي للدرس اللي هو تحليل نتائج الضريبة غير المباشرة الإيجابية نتيج تحليل نتائج الضرائب غير المباشرة يعني سيء معا على السلعة طبعا لمن الحكومة تفرض ضريبي شو بصير في عنا بمنحنة العرض والطلب من اللي بدو يتغير منحنة العرض ولا الطلب طبعا منحنة العرض بدو يصير عنا منحنة العرض ايش بدو يرتفع ولا ينخفض لما نفي عنا الحكومة فرضة ضريبي فرضة ضريبي إيجابية على المنتاج بدو ينخفض بهذا الاتجاه منحنة عرض جديد شو بصير في الكمية الكمية بدها تقل هاي الكمية كيو صفر هاي عنا الكمية كيو واحد طبعا والسعر شو بصير فيه لمن الحكومة بتفرض علينا ضريبي السعر بدو يرتفع بدو يرتفع طيب إذا نتيجي لفرض الضريبي منحنيات فريضة ضريبي نتيجي لفرض الضريبي في منحنيات الطلب والعرض إزاحة منحنة العرض الى اليسار بنتج وراه إيش بنتج وراه الإزاحة انخفاض في الكمية انخفضة الكمية وارتفع السعر من بي سفر لبي واحد إذا في ثلاث شغلات نتيجي لفرض الضريبي بدو يتغير عنا التغيير الأول إزاحة منحنة العرض الى اليسار والنتيجي الثاني انخفاض الكمية انخفاض الكمية من كيو سفر لكيو واحد على سبيل المثال او اي رمز انت بتختاره وارتفاع السعر من سعر توازن الى سعر توازن جديد طيب في ملاحظة اليوم إيش رايحين نشرحلكوا اياها لقدام اللي هي إيش هو الدعم الحكومي هل هو الفرق بين سعر التوازن القديم مع سعر التوازن الجديد ولا إيش ثاني إيش لقدام بتشوفوا بالضبط ايش هو الدعم الحكومي مش زي ايش موجود في الكتب الخاطئة رسم بياني للطلب والعرض يوضح دخل البائع ومصروفات 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 دخل البائع ومصروفات المستهلك قبل تدخل الحكومي قبل ما تدخل الحكومي قبل ما تدخل الحكومي في عنا كان عنا سعر توازن اياتو سعر التوازن شايفينو سعر التوازن بعد ما تدخل الحكومي قاسف بعد ما تدخل الحكومي فبتقوم الحكومي في تغيير آسف تغيير سعر التوازن لما الحكومي بتدخل وتفرض بصير في عنا سعر توازن جديد تفرض ضريبة غير مباشرة بصير في عنا سعر توازن جديد سعر توازن كمية توازن كمية توازن ايش دخل البائع يساوي دخل البائع يساوي سعر التوازن ايش باع فيه كمية التوازن هذا الدخل المنتج او دخل البائع بالنسبه للمستهلك ايش هو يساوي ايش اشترا المستهلك هو سعر التوازن مع كمية التوازن الي كانت سعر التوازن مع كمية التوازن فمعناته في سوق منافس الحرة في سوق منافس الحره دخل المستهلك مساوي لإيش ايش لدخل البائع مساوي لمصروفات المستهلك فمعناته لانه اثنين متشابهان يعني ايش انت بتشتري ايش انت بتشتري بالنسبه للك هذا المصروف هو للبائع نفس هو دخل للبائع فمعناته بدي يكون المصروفاتك مساوي لمدخلات البائع فمصروفات المستهلك هي تساوي سعر التوازن بي صفر ضرب كمية التوازن ودخل البائع هو يساوي سعر التوازن ضرب كمية التوازن في سوق التنافس الحر الدخل الاجمالي للبائع مساوي لمصروفات المستهلك رسم بياني يوضح انخفاض العرض بسبب فرض الضريبه هاي اللي شرحنا لكم اياها بصابقا عندما تفرض الحكومي ضريبه ثابته على كل وحده انتاج تماشراه هاي يؤدي ذلك الى ارتفاع تكاليف الانتاج الى ارتفاع تكاليف الانتاج لدى المنتج مما يسبب الى انخفاض العرض وازاحة منحنى العرض الى اليسار شرحت لكم يا هبل سابقا واللي هو لما كان عنا بمنحنى سعر التوازن سعر التوازن هاي عنا كميه التوازن نقطة البداي كميه التوازن اللي هي بنقدر نرموزها لها بكيو صفر وهاي نرموزها في بي صفر لما نرتفع تكاليف الانتاج ارتفع التكاليف الانتاج وزيح منحنى العرض الى اليسار شو بصير في الكميه الكميه بدهتنخفض صارت انه كميه التوازن جديده كميه بدهتنخفض لكيو واحد والسعر شو بدي يصير فيه السعر بده يرتفع هاي شرحناها سابقا منعيد عليها اذا بكون في هناك ثلاث تغييرات لما الحكومة بتفرد ضريبه غير مباشره على السلع التغيير الاول هو ارتفاع سعر التغيير الاول ازاحة منحنى العرض الى اليسار يعني انخفاض انخفاض العرض النتيجه الثاني هي انخفاض الكميه انخفاض الكميه من كيو صفر لكيو واحد الى كميه التوازن جديده وارتفاع سعر التوازن الى سعر توازن جديد طيب هات نكمل بالنسبه منحنى العرض صرحنا هذا منحنى العرض اللي هو مشتق من تكاليف الانتاج و بدي انطيكو مثال لمنحنى العرض على برسم بيانه بارقام بالبدايه كانت كانت عنا رموز اسا بدي انطيكو بارقام لنفرض على سبيل المثال عنا سعر سعر التوازن هو يساوي قديش سبع شكل قديش كمية التوازن تساوي خمسة شكل اجهت الحكومي فرضت فرضت اثنين شكل ضريبي على كل وحدة انتاج يتم انتاجها عمليا السعر بده يبلش اخرى اثنين شكل بده هتكون اربعة شكل السعر الوحدة الاولى بل هتكلف قديش بدل اه بدل اسف الوحدة الاولى صارت تكلف بدل ثلاثة شيكل صارت تكلف خمسة شيكل الوحدة الثاني بدل اربعة شيكل صارت تكلف قديش ستة شيكل وهلو مجر الوحدة الثالثة وهكذا اذا اذا بكون عنا بكل وحدة انتاج في عنا في عنا نقطة جديدة اذا صار عنا منحنى عرض منحنى عرض جديد هذا الفرق بناتهن هو الفرق بناتهن هو فرض الضريبي اذا منحنى العرض لمن الحكومي بتفرض ضريبي بده يرتفع بده يزاح الى اليسار بده ينخفض منحنى العرض ولكن تكاليف الانتاج بدها ترتفع اذا شو صار عنا صار في عنا هناك منحنى عرض جديد اللي هو هات نشوفه على على دل جديد او معروضة جديد هذا كان عنا المنحنى الاصلي اللي هو السفر وهاي عندنا دي سفر المنحنى العرض جديد هو يساوي اس واحد يساوي الاس القديم زائد الضريبي اللي هي اثنين شكل اياها مرسومة بشكل اوضح اذا الفرق بين هذا الفرق بين منحنى هو منحنى العرض الاول والمنحنى العرض الثاني هو الضريبي هذا الفرق بين اوت لمًا وهذا حتى نشوف سعر الثوازن قديس كان عندنا سعر الثوازن القديم كان عنا سعر التوازن القديم سبعة شكل سبعة سبعة وكمية التوازن oweلك كانت خمس شكل إذا الحكومة فرضت ضريبة إذا الحكومة فرضت ضريبة صار عنا إيش صار عنا بسعر السعر بالكمية خمسة بتصير عنا قديش تساوي تساوي تسعة شكل بتسعة شكل بسعر تسعة شكل في عنا إيش في عنا أيام بيّن عنا هون فائض إيش صار عنا فائض فائض عرض هذا فائض العرض شو ذكرنا شو تعلمنا سابقا شو بخلي السعر ينزل باتجاه سعر جديد مفهوم إذا هذا الفرق هو الدعم أي آسف هذا الفرق هو الضريبة وسعر التوازن جديد سعر التوازن جديد هو بدي يكون نتيجة لأنه فرضت الحكومة ضريبة فبصير عنا فائض ارتفع السعر من سبعة لتسعة شكل تسعة شكل بيكون عنا فائض عرض اللي بدفع السعر إلى أسفل يعني عمليا بتقسم الضريبة بين مين ومين بين المستهلك وبين المنتج وبيكون في عنا سعر توازن جديد اللي هو بين السبعة والتسعة اللي هو ثماني شكل على سبيل المثال هاي بحاله انه تساوي التوزيع اذا الضريبة اذا الضريبة هي مقدار الفرق بين بين هذا السعر الاول السعر التوازن اللي كان السعر التوازن اللي كان مقدار نرجع نركز من الاول اذا فائض العرض بسوي اذا انخفاض فائض العرض يؤدي الى انخفاض في سعر في السعر هات نشوف هاي هون النقطة هاي هون ايش بتساوي هاي النقطة اللي موجودة عنا هون هات نوضح 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 اكثر عنا كان سعر التوازن هذا الاصلي ارتفع السعر لهون صار في عنا صار في عنا سعر اعلى هذا السعر دفع صار عنا فائض عرض دفع بالسعر الى سعر توازن جديد اللي هو ثمانه شكل هاي طريقه واحده للصريح اللي هو فائض العرض هاي هون النقطة هاي النقطة هاي الفرق بين هاي النقطة وبين هاي النقطة هو الضريبه كيف ذكرنا صح بس هاي الكميه هون على النقطة جديده هاي بتخلي السعر ينزل الى سعر التوازن طيب سعر توازن جديد اذا الفرق بين سعر التوازن جديد وسعر التوازن القديم هو واحد شكل والفرق بين فرد الحكومي للضريبه هو ثنين شكل فرض الحكومي للضريبه ثنين شكل بهاي النقطة ادى الى انخفاض السعر الى سعر توازن جديد اللي هو عبارة عن ثمانه شكل اذا لم ينزل انخفاض كميةнит، كمية توازن جديد اللي هي عبارة عن trasٰ شكل اذا هاي سعر التوازن الجديد ثمانه شكل وسعر التوازن القديم هي كمية التوازن الجديده اربع شكل اذا هاتنسجل هنا على جمه اذا انخفاض الكميه الكميه من خمسه الى اربعة وارتفاع السعر ارتفاع السعر من سبعة الى ثمانه طيب الفرق بين وهي الفرق بين الثنتين بين النقطين هاي هذا هو ايش ذكرنا الضريبه النقطه هاي اللي هون بالنسبه لان ايش هاي النقطه جديده هاي قلنا فائض الكميه المعروضه وهي عندنا الكميه المطلوبه هي الفائض بناتين طيب بدي ارجع اشرح لكم كمان نقطه مهمه جدا اللي هو سعر اللي هو سعر سعر المنتج وسعر المستهلك سعر المستهلك هو سعر المستهلك هو سعر جديد هذا ثمانه شكل سعر المستهلك جديد يعني سعر التوازن جديد طيب قديش هاي الكميه كميه اربع الكميه اربع هاي قديش كلفت المنتج كلفت المنتج لانتاجها ستة شكل الحكومي فرضت قديش اثنين شكل قديش صارت للمستهلك صارت للمستهلك ثمانه شكل كلفت اثنين شكل معناته هاذا ستة شكل ايش اسموه سعر المستهلك الفرق بين سعر المستهلك اللي هو سعر اسف سعرلمنتج حونا مش المستهلك اسف سعر المنتج الفرق بين سعر المنتجياته طلعت منası العرض اللي هي للمنتج وبين الفرق بين سعر منتج وبين سعر المستهلك وهو الضريبة هذه ضريبة غير المباشرة على السلعة إذن الضريبة هي الفرق بين سعر المستهلك وبين سعر المنتج مش الفرق بين سعر التوازن وبين سعر المستهلك الجديد أي سعر التوازن القديم وسعر التوازن الجديد هات نشوفها لقدام هاي الفرق البناتن هذا هو الدعم اياته هذا آسف مش الدعم هاي الضريبة والكمية انخفضت بالنسبة هذا هنا بالنسبة السعر المستهلك وهنا هاي النقطة سعر المنتج الفرق بناتهن هو الضريبة سعر التوازن انخفض من آسف سعر التوازن ارتفع من 7 شكل ل 8 شكل والكمية التوازن انخفضت من 5 شكل الى 4 شكل بنا نطلع استراحه ننطيكو هناك او هاته نطلع استراحه ونرجع منكمل بهذا الموضوع اوضه لكم اياها اكثر يعطيكو العافية واللقاء للدرس القادم